قبل انطلاق ماراثن لانتخابات الأمريكية نجد أن الإدارة الأمريكية تواجه مع ولاية تيكساس أزمة حادة منذ التاسع عشر من ديسمبر من عام 2023 وذلك بعد توقيع حاكم الولاية مشروع قانون ينص على أن دخول تيكساس بطريقة غير شرعية يعتبر بمثابة جريمة جنائية ومنح قوات الحرس الوطني سلطات واسعة لاعتقال المهاجرين عبر الحدود ففي العاشر من يناير من عام 2024 منعت سلطات الحرس الوطني في تيكساس قوات حرس الحدود الفيدرالية من الوصول إلى منطقة إيجيل باس الحدودية والتي تبلغ مساحتها ميلين ونصف وتعتبر من أشهر نقاط العبور للمهاجرين غير الشرعيين في الثاني والعشرين من يناير بدأ الصدام يحتدم ويحتد بين الحرس الوطني والقوات الفيدرالية بعدما أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكما يقضي بنقل تأمين الحدود إلى السلطات الفيدرالية وإزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها الحرس الوطني الأمريكي حاكم ولاية تيكساس جريت أبوت اتهم في الرابع والعشرين من يناير الماضي الرئيس الأمريكي جو بايدن بانتهاك الاتفاق بين الولايات المتحدة وتيكساس مؤكدا أن الولاية لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد ما وصفه بغزو الحدود الجنوبية من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي والسابق والمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في الخامس والعشرين من يناير الماضي عن انضمامه لما يعرف بحلف تيكساس بينما أعلنت خمس وعشرون ولاية أمريكية تتبع الحزب الجمهوري تأييدها لحاكم ولاية تيكساس حدة الخلاف لم تتوقف عند هذا الحد فقد قرر حاكم تيكساس تحدي حكم المحكمة العليا الأمريكية وأقرع عدم نقل تأمين الحدود للقوات الفيدرالية ولكن للقوات الخاصة في الولاية تعود أهمية تيكساس باعتبارها تتمتع باقتصاد قوي يحتل المرتبة التاسعة بين الأكبر في العالم متفوقة على العديد من البلدان مثل روسيا وإسبانيا وأستراليا أي أنها تساهم بشكل كبير في قوة الولايات المتحدة وازدهارها بشكل عام إذن وإذا ما تحدثنا عن حجم اقتصاد الولاية نجد أنه سجل تريليوني دولار فاصل أربعة من عشر أي ما يعادل نحو تسعة بالمئة من الناتج المحلي الأمريكي بالإضافة إلى امتلاك تيكساس لاثمين وأربعين فاصل ستة من عشر بالمئة من النفط الأمريكي و 27% من إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى البلاد بينما تعد أيضا الولاية الثانية في مجال إنتاج الطاقة النظيفة على مستوى البلاد وعلى المستوى السياسي فإن تيكساس تعتبر لاعبا رئيسيا في الولايات المتحدة حيث تمتلك ثانية أكبر عدد من الأصوات الانتخابية تصل لأكثر من 30 مليون نسمة ومقاعد في الكونجرس تصل إلى 38 صوتا في المجمع الانتخابي مشاهدين كان هذا عرضا موجزا حول الأزمة الحادة التي تواجهها الإدارة الأمريكية الحالية مع ولاية تيكساس شكرا